وحول هذا الموضوع وتحديدا ملف الرياضي والتعاون الإماراتي الإسرائيلي في هذا الصدد ينضم إلينا زميل الصحفي فائد وانتفاري نيوز أدهم حبيب والله أدهم إذن حلقة جديدة من حلقات تعاون رياضي بين الإمارات وإسرائيل وهي ليست الأولى وإنما تضاف إلى سلسلة تعاون آخر وأيضا هناك لاعبين إسرائيليين تعاقدت معهم الإمارات لاعبين عرب في إسرائيل نعم لربما الحدث الأهم لربما في كل هذه الاتفاقيات وأيضا الخطوات التي جرت مؤخرا توقيع فريق مكابي حيفا مذكرة تفاهم مع نادي العين الإماراتي كما تحدثنا بالأمس وأيضا توقيع اللعب دياء السبع الناجم منتخب إسرائيل أيضا مع فريق النصر الإماراتي الأهم من ذلك هو ما حدث اليوم اليوم بالطبع تم توقيع مذكرة تفاهم كما ذكرت بين إدارة الدوري الإسرائيلي والاتحاد العام لكرة القدم في الإمارات تأتي في إطار ما يسمى تطبيع العربي مع إسرائيل أو مذكرة التفاهم التي وقعت أو اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل تنص هذه الاتفاقية أولا على إقامة مباريات متبادلة بين المنتخبات إقامة أيضا لربما قد تكون هناك مسابقات كروية على مستوى الأندية بين الأندية الإسرائيلية وهذا ما توقعنا في السابق بين الأندية الإسرائيلية والأندية الإماراتية بالإضافة إلى ذلك لربما قد يكون هناك أيضا مباراة ودية بين منتخب إسرائيل ومنتخب الإمارات في إطار التعاون بين البلدين يطلق عليها مباراة السلام ولذلك هذه المذكرة قد تعود بالفائدة لربما على الفرق الإسرائيلية الفرق الإسرائيلية هي فقيرة بمعنى الدعم المالي وأيضا المدخولات بالنسبة لأوروبا علما أن إسرائيل تلعب في أوروبا رغم وجودها في آسيا يعني هي تلعب في الدوري الأوروبي ولذلك لربما دخول الاستثمار الإماراتي والمال الإماراتي إلى إسرائيل قد يساعد تلك الفرق بأن تكون في أصدارة في أوروبا وليست فقط رياضة وترفيه وتعاون ويقولون أن هناك فائدة اقتصادية ومدية نعم نحن كنا السباقين للعديد من الأخبار فيها السابق فيما يتعلق بقضية بطار القدس وإذن قضية الاستثمار الخليجي في فريق بطار القدس وتحديدا رجل الأعمال الإماراتي تحدثنا فيها السابق عن إمكانية أن يكون هناك لعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي قد حدث الآن الطريق مفتوحة أكثر لأن يكون هناك مسابقات كروية إسرائيلية تلعب في أبوظبي وعلى العكس تماما أن تكون هناك أيضا مسابقات إماراتية تلعب في إسرائيل تحدثنا فيها السابق بشار عن أهمية هذا التعاون الإمارات ترى بإسرائيل البوابة أو النافذة لأوروبا هناك لاعبين في الإمارات لربما يرغبون في الانتقال إلى الأسواق الغربية الأوروبية وهذا يأتي في إطار ما يسمى القوى الناعمة القوى الناعمة عندما تحدثنا عن نادي مانشستر سيتي هذا النادي والذي يمتلكه أيضا شركة قطر الإمارات للاستثمارات يعني يصب في نهاية المطالب بمصلحة الإمارات يترى بهذا النادي لربما البوابة والنافذة للسلام وعلى العديد من القضايا السياسية الاقتصادية في أوروبا على المستوى الإسرائيلي لربما لا أحد توقع أن تصل الأمور بهذه السرعة وتحديدا بعد توقيع الاتفاقية بالأمس يعني رئيس نادي أو مالك نادي فريق مكابي حيفا يعكف شحر والذي يعرف أنه رجل أعمال قوي وأيضا يملك هذا النادي وله أيضا تأثير على الكرة الإسرائيلية تحدث عن تعاومة فريق العين الإماراتي وليس فقط بشاري يعني هناك من يتحدث أيضا عن استثمار قد يكون أو شركة راعية على مستوى الطيران لفريق مكابي حيفا في نهاية المطاف في حال دخل السوق الإماراتي إلى إسرائيل وتحديدا إلى عالم كرة القدم قد يكون أو قد يؤثر ذلك بشكل إيجابي يمنها منفع متبادل أدهم من خلاله تصل الإمارات إلى العالم ومن خلاله ربما تحصل الأندية والرياضة الإسرائيلية على التمويل أشكرك قد نشير نقطة الإمارات في السنوات الأخيرة تستضيف العديد من المسابقات العالمية فورمولا وان وبالإضافة إلى كرة التينيس وإذن نهائيات أوروبية على أرضها لربما أيضا كرة القدم الإسرائيلية قد تستفيد من ذلك أدهم حبيب الله أزميل الصحفي في 24 نيوز شكرا جزيلا لك